حضرتك ويمكن قبل الهوى مباشرة قلت لي الفرق ما بين بعض الشعائر في عيد الفطرة وعيد الأطحى عيد الفطرة بيستحب تأخير أداء الصلاة لا عيد الأطحى يستحب تعجيل الصلاة بعد شروق الشمس بثلث ساعة مباشرة ليه؟ ليتمكن الناس من زبح الأضاحة إنما عيد الفطر ليتمكن الناس من توزيع صدقة الفطر في معكوس في صدق في صلاة في عيد الفطر بنأخر الصلاة إنما في عيد الأطحى بنعجل الصلاة كذلك في عيد الفطر كان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان يطعم بشيء قبل أن يخرج من داره للفارق ما بين انتهاء رمضان وما بين عيد الفطر فكان يطعم زي التناول الافطر بالضبط في الصيام إما على رطب وإما على تمر وإما على حليب وإما على ماء عيد الأطحى لا لأنك مستطيم يوم عيد الأطحى عيد الأطحى حضرتك كان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أن المسلم يأخر طعام الافطار ليدخل أول شيء إلى جوفه أو معيدته من شيء من الأطحية لذلك تذكر ويمكن أجدادك من صعيد مصر إن كان فيه سنة في البوادي في الفلاحين في العرب في الصعيدة إنه هم كانوا يعجلوا من الأطحية اللي بيستوي بسرعة الكبد صح فكان الجيل بتاعنا الأديم كان أول حاجة يفطرها للرجالة في البيت إيه الكبد الله يفتح لعشان ما تجد روحوا يعانو على الناس كبد وكلاوي وقلب ومش عارف ما بتاخدش وقت فدي كانت أول ما يطلق قالوا تبركا يبقى لما نجي نأكل الكبد والقلب والحاجات اللي بتستوي أو تندق بسرعة قالوا تبركا بأن أول شيء يدخل إلى معدة الإنسان من الأطحية ترجمة نانسي قنقر